عمرك سمعت عن رواية اسمها بلد العميان هذه رواية كتبها المؤلف الشهير هيربرت ويلز تحكي عن مهاجرين هربوا من طغيان الإسبان وذهبوا إلى منطقة صخرية عبر عن وديان بين جبال ثم حدثت مجموعة من الانهيارات الصخرية خلتهم يوقعوا في وادي عميق مائل وقرار هذول المهاجرين بقيوا في نفس المنطقة لمئات السنين وتزاوجوا وتكاثروا حتى بلغوا 15 جيل متتاليا المشكلة أنه انتشر بينهم تدريجيا نوع من أنواع العمى فصاروا الإبن أعمى والأب أعمى والجد أعمى وكل القبيلة مش عارفة أصلا شو يعني بصر ومش عارفة أصلا شو يعني إبصار بطل القصة اسمه نيونز هذا البطل كان متسلق جبال ورمى القدر في طريق هاي القبيلة الغريبة في يوم الأيام هو بيتسلق انزلقت رجله فوقع من ارتفاع عالي جدا ربنا رحمه أنه لما وقع وقع في منطقة فيها الثلج كثيف جدا فكأنه وقع على وسادة فربنا رحمه وأنقضه من الموت الجماعة أنقضوا أخذوا عندهم وعاش بينهم وكل شي تمام لكن مجرد ما بدأ يشرح لهم شو يعني عين شو يعني إبصار شو يعني ألوان شو يعني ليل شو يعني نهار قالوا أنت متخلف الأشياء هاي مش موجودة أنت بتخترق من عندك ولا إيش يا جماعة يهديك ويرضيكو مش راضين يستوعبو خلص الجماعة اللي تعودوا عليه واللي عاشوا فيه طول عمرهم واللي ورثوه من أبوهم وجدهم ما بدهم أغيروه المشكلة وين؟ هذا نيونس حب بنت من بنات القبيلة والمصيبة أنه هاي البنت بنت زعيم القبيلة أبوها قلق قال لك هذا الزل مشكله متخلف قاعد بقول لي عيون وإبصار وليل ونهار ومش عارف شو طيب بدك تتجوز بنتي في شرط واحد لازم نخزق عينيك وتصير عامة زينا غير هيك إحنا ما بنقبل الناسبك تخيل الشرط قالوا له معك لبكرة أنك ترد لنا خبر الزلم سهر في غرفته لحد الصباح وظله يفكر وقال لك طب البنت حلوة وعجبتني وأنا عجبها وشو المشكلة لو خزكت عينيك أنا هيك مش راح استفيد منهم إشي ورح أعيش معهم وأشتغل معهم وأكل واشرب معهم فخلص فجأة لما طلع ضو الشمس والزلم حس بجمال الشمس وجمال النور وعظم نعمة الإبصار عليه تذكر أنه كان ظالم نفسه وكان ناوي يرمي نفسه في مصيبة ما كانش يتخيلها أبدا فبكل بساطة صحب حاله وهرب من القرية وقال لك مدام أنتو بجر بديش أعيش بينكو مدام أنتو مبسوطين عن الهبل اللي أنتو فيه خليكو فيه أنا زلم عاجل بدي روح أدور على ناس عاجلين أعيش معهم والبنت هاي زي ما هي حلوة ربنا خلق مئة ألف واحد أحلى منها وعاجلات ومفتحات ومخهم من مخي بتجاوز أي واحد فيهم وخلص العبرة من القصة لو أنت بتشتغل في مكان زي الزفت ظروفه زي الزفت الإدارة فيه زي الزفت التعامل زي الزفت المدارة فيه متخلفين عقليا بكل بساطة اتركه وهذه مش حكمة أو عبرة بعطيك إياها بالنسبة إلي هاي شعاري في الحياة اللي هي اعتزل ما يؤذيك واحد مش طايقه تشتغلش مع المكان واحد مدير مش طايقه تشتغلش تحت إدارته مستشفى مش عاجبك اترك وروح مستشفى ثاني رح تقول لكل البلد زي هيك هاجري أخي ما حتى قلق غصبا عن أبوك بدك ظل في هالبلد المهم لا تعمل إشي يأثر على نفسيتك لأنه نفسيتك أهم من صحتك الجسدية لأنه لما تنجن ماحد راح تطعميك وشربك ويصرف على بيتك وأولادك بنشوق في فيديو ثاني السلام عليكم